من أهم الأمور التي يرددها أتباع الحويني هو أننا نحن نهاجم المسلم لمجرد خطأ وننسى حسناته عندما تعرض له طوام شيخ من مشايخه يقول لك يا أخي مجرد خطأ واذكروا حسناتهم ويا لكم من غلاة الجرح والتبديع جميل هذا مزم الفقيري يحارب الشرك في السودان ومن يوم كان شابا وهو يحارب التصوف وينفق وقته وجهده وماله لمحاربة الشرك واقف على ثغر عظيم لماذا تحاربونه لمجرد أنه تكلم عن الحويني يا أخي مجرد خطأ واذكروا حسناته لكم من غلاة الجرح والتبديع أو يقول لك مجالسكم غيبة ونميمة طيب مجالسنا نحن غيبة ونميمة وأنت ماذا تفعل معنا مثلا لماذا تغتابون أنت ألا تعلم بأن غيبة المغتاب حرام ولا تجوز وإذا قلت لا ليست غيبة فنحن أيضا ليست غيبة ثم ما الذي قاله مزمل قال بأن الحويني يدعي بأنه تلميذ الألباني وأنه كذاب خلاص فقط هذا أصبح عندكم ظل ومضل وفاسق وقليل الأدب طيب خلاص نتفق على أن كلمة كذاب هي قلة أدب ومن يقول كلمة كذاب الآن هو شخص قليل أدب وما ترباش يا إخوة عندما نتكلم عن شخص حتى لو كان مبتدع ومخالف نتكلم معه بأدب ونبين بدعته بدون كلمة كذاب والألفاظ هذه حتى المبتدع لا يحل لك أن تستحل عرضه حتى المبتدع لا يحل لك أن تستحل عرضه لكن تبين بدعته بأدب طيب يا كذاب يا كذاب هذا الفقير الكذاب تاخد تاني يا كذاب يا كذاب يا كذاب من الكذاب ما كان الشيخ أبدا ليكون خصما لهذا البني مثل هذا الخبيث والله وهذا كذاب ومشهور بالكذب وبين الفسق هذا الخبيث الكذاب الذي يستحل الكذب على علماء المسلمين ويطعم في أعراضهم طيب طيب انت خليت فيها طيب المبتدع نبين بدعته بأدب قول الحويني نبين بدعته بأدب أما مزمل وأمثال مزمل نطعم فيهم عادي ونقول عنه كذاب ودنيء و وبين الفسق آه وبين الفسق ليعجبني أنه جاب الأدلة على أن الحويني تلميذ للألباني والأدلة هم مشهور والحلبي جاب مشهور والحلبي يرد بيهم على مزمل كنت تجيب حسان ويعقوب والله أحسن نحن نريد أن نعرف هل الحويني تلميذ للألباني أم لا فمن نسأل نسأل طلب الشيخ الألباني لا لا استنى أنا عندي لكم مفاجأة لا نسأل مشهور ولا الحلبي ولا غيره نحن نسأل شخص أنتم تصدقونه وتثيقون فيه كثيرا خمّن خمّن منياتور خلاص يكفي تشويق اسمع اسمع دي كتت مدة الزيارة الأولى دي عدي دي كتت المدة الزيارة الأولى تقريبا 13 يوم 13 يوم لكن أنا ما لازمت الشيخ لأن أنا شفت بعض إخواني على النت بيقول يعني أن أنا أزعم أنني يعني درست على الشيخ لا أنا ما درست على الشيخ شيئا لا أنا ما درست على الشيخ شيئا هو كل حياتي مع الشيخ قرابة شهر و 15 يوم يعني ألا لو عدتها عد كده يبقى حوالي 40 يوم آدل لكل رصيدي عندي الشيخ الألباني رحمة الله عليه تذكرون يوم قلت لهم يا جماعة الحويني طالب شهرة قالوا لي تبلك يا من تطعم في الليامة خلية بن عبد الله خرج الحويني بنفسه وقال لهم يا جماعة أنا كنت طالب شهرة قالوا ما شاء الله شيخنا يتراجع مثل الشافعي قلت لهم يعقوب جاهل قالوا أتطعن في العالم الذي والذي خرج يعقوب في المحكمة وقال لهم أنا جاهل قالوا أوه شيخنا عملت بالتقية مثل عمار بن ياسر الآن الحويني نفسه يقول لهم أنا لست تلميذ للألباني وكل علاقتي بالألباني تلك الزيارة وأنا أخسم لكم بالله سيرقعونها وسيقول لك مثلا الشيخ قالها تواضعا فقط لله ضرك لله ضرك يا شيخنا لله ضرك لله ضرك في حلقة عبد الله الشريف عن مزمل جاب معلومة خارقة قال لك الحج ثاني مصدر دخل للسعودية بعد النفط يذكرونني بجماعة بترول السعودية تأخذه أمريكا وبترول الجزائر تأخذه فرنسا والحكام نصبهم الغرب لكي يحموا إسرائيل وإسرائيل ستزول في 2022 وشيخنا الزنداني أخبرنا بأنه جاي إعصار سوف يدمر أمريكا نفس النوعية نفس الخطاب الشعبوي نفس التفاهات تعلموا شيء اسمه تحري المصادر تعلموا لغة الأرقام كيف هذا يستغبي ثلاث ملايين إنسان واثق بأن ولا واحد فيهم سيراجع المصدر ويجد بأن نفس المصدر يقول بأن مداخيل السعودية من الحج هي مداخيل هامشية ولا واحد فيهم يفكر ويقول كيف الأموال تأخذها السعودية يعني لا تأخذها مثلا شركات الطيران أو الوكالات السياحية مثلا هل يعقل أن دخل فنادق في السعودية يكون قريب من دخل دولة تنتج 13 مليون برميل يوميا هل يعقل أن الدولة التي ركعت روسيا في 2019 في حرب تكسير العظام وأغرقت السوق بالنفذ تحتاج لدخل فنادق هؤلاء لا بد أن نعود بهم لزمن الحج أيام الدولة العثمانية أيام القبب والأذرح وعبادة الأصنام وقطاع الطرق وزمن يذهب فيه للحج هو وزوجته فيعود بدونها حتى قال أحمد شوقي وقتها عز السبيل إلى طاها وتربته فمن أراد سبيلا فالطريق دمه يا إنسان دخل السعودية من الحج في سنة جيبه من البترول في أسبوع سعودية وسعت الحرم بـ 21 مليار لو الحج ليس فريضة على المسلمين أنا أضمن لك أن السعودية سوف تتخلى عنه أنا سمعت الحلقة حسيت أني جالس أسمع هولوكوست أفكار وقال لكم زمي الفقيري مع حرب السعودية في اليمن ويدعم عاصفة الحزم هو وين المشكل في أن واحد يدعم عاصفة الحزم أنا شفت القراظاوي مع عاصفة الحزم وأردوغان مع عاصفة الحزم والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مع عاصفة الحزم إخواني موتوا في الألقاب هذه الاتحاد العالمي وجمعية الكون لاتحاد علماء المجرة يضخم لك الموضوع وهم شل التافيين ليس لهم أي قيمة أشعير على صوفية على عباضية على المهم الجماعة كانوا مع عاصفة الحزم كيف أصبحت عاصفة الحزم؟ وكيف أصبحت السعودية تقتل الأبرياء؟ لماذا أحب اليمن والشعب اليمني هكذا؟ هناك شيء ما قد تغير يا ساحبي فما هو يا ترى؟ مشاهدين أبدأ مع حضراتكم في استعراض للدول المشاركة في عاصفة الحزم الجيش القطري ترتيبه 64 عالميا مرحبا بعاصفة الحزم ما حصل في اليمني هو مشهد من مشاهدي مخطط الإيراني ودائما هناك ما يسمى بطغيان الأقلية توسع الأقلية فمثلا ما قامت به السعودية من عاصفة الحزم هي الدول التي معها هذا متعين عليهم يجب على السعودية أن تقوم بهذه المبادرة فقد صبرنا حتى ضج الصبر من صبرنا ولا يحل لها تركها كان واجبا على المسلمين قبل عاصفة الحزم فريضة عليهم جميعا تحالف العربي قرر أيضا إنهاء مشاركة قطر الآن الحرب حرب استنزافية عاصفة الحزم صار هناك نوع من التشكك الظروف بعد ذلك تغيرت تغيرا كبيرا هل كنا أصطقام على الحوثي أم كنا خصوما له أصبح القتال فيه فتنة أضاعت ضيعنا البوصلة الأمال وزاقة الأرواح أنا أعتبر أنها صح التعبير ورطة في الطريق الصحيح بالمناسبة هذا محمد صارور مؤسسة صارورية المعروفة أنت تبقى مستغرب هو نفسها الدد نفس الدد الذي نعرفه الذي يتبرك بالبوساق ونفس العودة لكن يقولون الشيء عكسه لما كانت قطر مع عاصفة الحزم كانت واجبة على المسلمين وفرض عين لا بد منه ولو تعود قطر سيقول لك لقد تبين لنا نحن الجمعية العالمية لاتحاد المجرة لعلماء القرن أنها حرب واجبة على كل المسلمين ما عدا نحن طبعا لأننا لو موتنا سوف يموت العلم ولا بد من محاربة عصابة الحوثي ونصرة مكة والمدينة تخيل عبدالله الشريف يمدح في الحوثي قال لك عنده جيش ويستعرض نسمي زحمة ميدان التحرير هذه عرض عسكري والجيش المصري الذي يتكون من ثلاثة جيوش نظامية وأقوى الجيوش في العالم عنده مجرد جيش خيار وطماطم جزائر يوم عملت عرض عسكري آخر آلة فيهم كانت بيثة 500 مليون أورو جيب للحوثي اللي عايش في المجاري وتقول لي عرض عسكري حوثي جيب لأنابيب غاز كتف فيهم شهاب واحد وشهاب اثنين مسمين عرض عسكري والحوثي قوي وتغلب على السعودية السعودية خسرت الحوثي 80% من المناطق التي سيطر عليها في اليمن ولولا أخلاق الحرب واستغلال الحوثي للأطفال السعودية تمسح اليمن والحوثي وأنابيبه وكل هذه المواضيع والهيلمان على مزم الفقيري لأنه تكلم في الحويني يا أخي اتقوا الله سنو سنو أعمل لكم المؤثيرات الصوتية التي تحبونها أنتم إن مزمل رجل يحارب البدع والشركيات رجل بسيط من السودان الحبيب غلبان كل ذنبه أنه اختلف مع الحويني حبتي لله درك لله درك يا شيخ مزمل مزمل مشغول بدعوة التوحيد وأنتم مشغولون بمزمل